أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة لعبادته عز وجل وعمارة الكون وعمارة الأرض وإن هذه العمارة التي تحدث عنها في سورة هود على لسان سيدنا صالح عليه السلام في قوله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاءكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه هذه العمارة لا تأتي إلا من خلال الجد والاجتهاد والعمل والسعي الدؤوب ثم إن هذا العمل ينفع الإنسان وينفع أسرته وينفع مجتمعه فإن الأمم لا ترتقي إلا بالعمل لا ترتقي إلا بالجد والاجتهاد الأمم إذا لم تقم بالعمل ولم تجد ولم تجتهد فلن ترتقي ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يدعونا في كتابه كما أمرنا بعبادته وحذرنا من المعصية كذلك يدعونا في كتابه الكريم في القرآن الكريم إلى العمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم قال عز وجل في آية أخرى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا إن بهذا العمل يستطيع الإنسان أن ينفق على نفسه وعلى أسرته وعلى من هم ملزمون منه ومن هو مكلف بالإنفاق عليهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر الإنسان من أن يبخل عن أهله أو أن يتكاسل فلا يجد ما ينفق عليهم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وفي رواية أخرى كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيرهم من الناس يظنون أن الجهاد في سبيل الله هو أن يخرج الإنسان في القتال وفي الحرب سمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا الكلام حينما مر بهم شاب قوي البنية قالوا لو كان هذا في سبيل الله لو أن هذا الشاب بهذه القوة في سبيل الله في الجهاد لكان خيرا صحح النبي صلى الله عليه وسلم لهم المعلومة وكذلك هي تصحيح لكل الأمة في أن الجهاد ليس قاصرا على أن يخرج الإنسان في القتال بل إن الإنسان إذا جد واجتهد وسعى وضرب في الأرض وعمل فإن هذا يقوم مقام الجهاد أو إنه صورة من صور الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا الشاب خرج على أبوين كبيرين يعني من أجل أن يأتي بما يحتاجونه من أجل أن يأتي بالمال ثم ينفق عليهم مثلا إن كان خرج على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج على أطفال صغار له فهو في سبيل الله بل ليس هذا وفقط بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن كان خرج على نفسه ليعفها عن السؤال بدلا من أن يسأل الناس بدلا من أن يمد يديه إن كان خرج على نفسه ليعفها عن السؤال فهو في سبيل الله ثم الأخيرة وإن كان خرج رياء فهو في سبيل الشيطان إن اليد التي تعمل اليد التي تبني هي اليد التي يحبها الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرنا من الكسل ومن أن نكون عالة على غيرنا ومن أن نمد أيدينا إلى الغير يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أحدثكم بهن ما هي رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة المال الذي يتصدق به الإنسان وإن قل في العدد إلا أن البركة تحل فيه فهو زائد في بركته لا في عدده ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة ثم تأتي الثالثة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فتح عبد باب مسألة يعني جلس متكاسلا لا يريد أن يعمل فمد يديه وما فتح عبد باب مسألة على نفسه إلا فتح الله عليه باب فقر إذن أيها المشاهد الكريم إن علينا أن نجد وأن نجتهد هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته